وفي اليمن يواصل التحالف العربي بقيادة سعودية قصفه لمواقع الحثيين في عدد من المناطق خاصة في العاصمة صنع هذا وكان قد تم إحراز تقدم نحو عقد محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة هذا الشهر في جناف ووافقت الحكومة اليمنية بالخارج ومقرها الرياض والحثيون على حضور المحادثات التي تبدأ في الرابع عشر من يونيوح زيران الجاري وكان الحثيون وحلفاء في الجيش اليمني قد أطلقوا أمس صاروخ سكود أسقطته السعودية قبل انفجاره